قد سكان قرية نوفوغناتيفكا ليلتهم لتقييم الأضرار التي لحقت ببيوتهم بعد القصف الذي وقع في شرق أوكرانيا وبحسب السكان فقد طالت الأضرار 16 منزلا في المدينة الحدودية وعان السكان من انقطاع الكهرباء والغاز عن المنازل وباتوا ليلتهم في برد قارس أوقفوا الحرب لا يمكنني العيش على هذا النحو الجميع هنا سيقولون لك نفس الشيء يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق بما في ذلك أمريكا كل شخصا يجب أن يتحمل المسؤولية ونحن نعاني نحن أناس بسطاء أما هؤلاء القيادة يمكنهم الفرار بملايينهم وعلينا أن نبقى هنا يجب أن يختبئ الأطفال في الأقبية بالأمس رأيت جارتي مع اثنين من صغارها كان عمر أحدهما شهرا حيث كانت تركض إلى الطبق السفلي لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو البعض فضل البقاء في الأقبية للاختباء من القصف رافضين ترك بيوتهم وممتلكاتهم والذي يعني خسارة كل شيء أين يجب أن نذهب؟ وإذا غادرنا جميعا فأين نذهب؟ ومن سيستضيفنا؟ وعندما أعود مرة أخرى لن يكون هناك شيء سوى الخراب هل قضيت حياتي من أجل لا شيء؟ إذن هذه هي ملامح البيوت في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بعد تعرضها للقصف ما ينذر بكارثة قد تلحق بالمنطقة إذا ما تصعدت الأحداث وقرعت الحرب طبولها ترجمة نانسي قنقر